بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جاء في سيرة الإمام الحسين عليه السلام أنه كان في طريقه من مكة إلى كربلة في الطريق وصل إلى منطقة اسمها شراف فرأى هو وأصحابه أسنة الخيل أو أسنة الرماح وآذان الخيل رأوا أسنة الرماح وآذان الخيل ولم تتضح الصورة بشكل واضح فالتجأوا إلى مكان اسمه ذو حسم وضربوا أبنيتهم هناك بعد ذلك طلع الحر ابن يزيد الرياحي ومعه الفارس هذا لما في البداية رأوا أسنة الرمح أو أسنة الرماح وآذان الخيل تبين أن هذا كان للحر ابن يزيد الرياحي ومعه الفارس وقد بعثهم حبيد الله بن زياد ما هي وظيفتهم ما هي وظيفة الحر ابن يزيد الرياحي والألفارس الذين معه وظيفتهم أن يحبسوا الحسين عليه السلام عن الرجوع إلى المدينة أو يأخذوه هو ومن معه إلى الكوفة فلما التقوا يعني وصل الحر ابن يزيد الرياحي والألفارس الذين معه إلى الحسين بن علي رآهم الإمام الحسين عليه السلام رآهم وقد نزل بهم العطش اشتد بهم العطش فقال الحسين عليه السلام لأصحابه اسقوا القوم ماءا ورشفوا الخيلة رشيفة نتكلم عن الفارس والإمام الحسين ومن معه كان عددهم قليلة بس كان معهم ماء الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته بس الماء هذا يكفيهم ولكن مع ذلك لما رأى الإمام الحسين عليه السلام لما رأى ما نزل بالقوم من ضمأ من عطش شديد قال لأصحابه اسقوا القوم ماءا يعني الحر بن يزيد الرياح والألفارس الذين معه ورشفوا الخيلة رشيفة حتى خيولهم إذا يحتاجون ما يسقوهم وغسلوا خيولهم لأنه كان الوقت وقت حار يقول كان في حرة ظهيرة هذا التعبير ليعبر عنه الكتاب والروات يقول ففعلوا ذلك سقل حسين عليه السلام بنفسه وكذلك أصحابه سقوا الحر بن يزيد الرياح والألفارس الذين كانوا معه وسقوا خيولهم وغسلوها هذا الحين موقف صدر عن الإمام الحسين عليه السلام ومن معه وهنا عندنا نحن نقاط وعبر نقف عندها رقم واحد صاحب الخلق الرفيح والهمة العالية يبقى هكذا في كل الظروف والأحوال لا تغيره الظروف أبدا فالكريم يبقى كريما والحليم يبقى حليما والشجاع يبقى مجاعة والمتواضع يبقى متواضعا في كل الظروف يكون ثابتا يكون صلدا يكون غير قابل للنزول والتنازل عن المبدأ والقيم والموقف النبيل الحسين عليه السلام كان وبقيه شجاعا وثابتا وصلبا في يوم عاشوراء لما بقي وحده وقتل من قتل معه من أهل بيته وأصحابه أراد الأعداء من الحسين التنازل وأن يسلم نفسه العبيد الله بن زياد ويزيد ولكن الحسين عليه السلام أبى ووقف وواجه القوم وحده حملهم على الميمنة وعلى الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي هو الذي قال أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة لا أعطيكم بيد إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد وأمثال هذه الكلمات قول وفعل كان الحسين عليه السلام فبقي ثابتا فهذا صاحب الخلق وصاحب الهمة العالية والروح والنفسية الرفيعة يبقى ثابتا في كل الأحوال والظروف فالحسين عليه السلام هؤلاء كانوا أعداء له خرجوا من أجل أن يحبسوه عن الرجوع إلى المدينة أو يأخذوه إلى عبيد الله بن زياد ولكن وقف أمامهم وسقاهم ورشف خيولهم ترشيفة مع أنهم أعداءه إلا أنه صاحب نفس كبيرة وصاحب خلق عال جدا فسق القوم ماءه فالموضوع نعم هم أعداء ولكن مع ذلك تبقى إنسانيته وتبقى روحه العالية ويبقى تدينه ويبقى خلقه هذا الخلق العظيم هذا واحد أثنين السقاية أجرها عظيم أمرها جدا عظيم عند الله تبارك وتعالى في الحديث لكل كبد حر أجر إذا سقيت إنسانا عطشانا فلك من الأجر الجزيل ولذلك يعجبني من يجعل مثلا ماء سبيل وايد نشوف مثلا الروح نمشي ماء سبيل بعضهم يكتب على روح أو على نفقة مثلا فلان أو على روح فلان أو فلان المرحوم يطلبون مثلا الواحد يدعو لهذا الميت اللي مسوي له ماء سبيل وهذا شيء طيب الناس يعطشون خاصة في المناطق الحارة خاصة الذي يقوم ببذل مجهود فهذا شيء طيب أنا حتى أشوفه في هالأيام الممشى الوقت المسموح به للممشى للمشي في بعض البيوت يضعون أمام بيوتهم سلة أو طاولة وعليها ماء وكاتبين هذا للمشات اللي يمشون في الطريق مارسو الرياضة أو يمشون مثلا يستفيدون من هذا الماء فهذه حالة عظيمة جدا سقاية الحجيج هذه كانت عنده بني هاشم عنده عبد مناف عبد المطلب كانوا معروفين عنده أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله كانوا يسقون الحجيج يسقونهم من زمزم من بئر زمزم من سقيا زمزم فهكذا الحسين عليه السلام قام بهذا الدور سقاهم ولو أنهم أعداء لأن في سقاية العطشان أيًا كان هذا العطشان الواحد يؤجر على هذا العمل هذا العمل عمل شرعي عمل إنساني عمل أخلاقي هذا اثنين ثلاثة الإيثار الماء الذي مع الحسين وأهل بيته وأصحابه قليل هؤلاء عددهم ألف الحر بن يزيد الرياح ومعه ألف فارس وعطاشة شافهم وما انتظر الحسين عليه السلام أن يطلبوا منه الماء على طول شافهم عطاشة فسقاهم وأمر بسقايتهم وكذا الخيول هذا الأمر عظيم الإيثار يعني قدمهم على نفسه وهذا أمر عظيم والله خص المؤثرين بالقرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا شيء عظيم جداً أن تقدم شيء تحتاجه إلى الآخر مع حاجة كل ما سأله أربع الأمر هنا لم يقتصر وينحصر فيه الإنس حتى في الخيل في الحيوانات يعني سقى الإنس وسقى الحيوان أيضاً وهذا أمر عظيم الحسين عليه السلام أمر بسقايتها خمسة بنفسه سقى الحسين قام بنفسه وسقى هؤلاء وسقى خيولهم هو ومن معه من أصحابه وأهل بيته ستة من جملة الأمور المستفادة الصدى الطيب لهذه السقاية الحر بن يزيد الرياح عجبه موقف الحسين ولذلك صار من أصحاب الإمام الحسين ووقف معه وذهب إليه مع أنه كان معادي خصم وكان على رأس الفارس ولكن في يوم عاشرة أتى إلى الحسين وقال هل لي من توبة فقال له الإمام الحسين نعم يتوب الله عليك إن تبت إليه توبة النصوحة فصار من أصحاب الإمام الحسين وقتل وهو يدافع عن الحسين وأهل بيته وعن موقف الحسين فرضوان الله على الحر سبعة هذه الثمر الطيبة اللي القرآن الكريم قالها وهذا موقف عملي قال وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ وَلَا السَّيَّةِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُوَ حَظٍّ عَظِيمٌ طيب فإذا الأمر عظيم جدا تتكلم عن إنسانية موقف عظيم والسمعة الطيبة التي تركها الإمام الحسين عليه السلام في الحر وجيش الحر وفي أهل الكوفة ثم استفادوا من هذه السمعة الطيبة ونصر الحسين عليه السلام من استطاع أن ينصره ويبقى هذا العمل وكلنا استفدنا من هذا الموقف الذي صدر عن الإمام الحسين عليه السلام هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته